بعد النظرة العامة نشوف النظرة الخاصة مصر الآن الأمور تقترب جداً من الحدود المصرية إيه الحكاية وإيه الموضوع وماذا نفعل؟ أستاذ عمر المنزل ما أقول له الآن لم يقال في أغلب المنصات الإعلامية على الأقل بالصراحة التي سوف أتحدث بها تهدف العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى ما قبل 7 أكتوبر كانت علاقات جيدة ما بعد 7 أكتوبر أستطيع أن أصفها بأنها علاقات متوترة وربما متوترة جداً وهقول بعض الشواهد الأساسية وهعمل مقارنات بعدين وأقول إيه السبب؟ أولاً بعد 7 أكتوبر فجئنا مصر حضرت سيارات محملة بالدعم لإخوتنا وأهلنا في قطاع غزة إسرائيل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني أربع مرات اتنين هددت بأنه أي سيارة شاحنة تدخل عليها مؤن ومساعدات سوف تقصفها ثلاثة بعد الجهد الدبلوماسي والضغط المصري والدولي سمحت إسرائيل بقطت أنه 20 عربية ماشي قالك لا العشرين عربية دول ما يدخلوش على غزة خانيونس للأونروا لا ده يروحوا العوجة يتفتشوا ولما يرجعوا ينزلوا بضعيتهم وينقلوها على شاحنات فلسطينية أما الشاحنات المصرية لا أما تخشش طيب ماشي المرة اللي فاتت قلنا أن نوقفوا الإمدادات بالغاز من حقل طمار طيب إيه كمان بس رجعوها رجعوها بس أطعوها في الأول ده جزء من التوتر في العلاقة الأهم المصريين الموجودين في قطاع غزة سواء مصريين أو متجنسين مصريا واحدة ستة مصرية متجوزة واحد فلسطيني وجابت لولادها جنسية وهكذا وعددهم يفوق ما بين 30 إلى 40 ألف وبعض التقديرات أكتر من كده أنا عشان مصري أروح من أي بلد أنا فيها بأضع تسكرة بركب طيارة ولا أتوبيس بروح بلدي إذا بلدي لها علي حاجة بتوقفني بقى في المطار أو بتحولني أو بتقول لي مع السلامة أو أي حاجة الآن عشان أي مصري يطلع من قطاع غزة بيبعث باسبوره الأول للسفارة المصرية في رامالله والسفارة المصرية في رامالله تبعثوا للإسرائيليين والإسرائيليين يشيكوا عليه دا كان لي علاقة بحماس ولا مالوش إذا ما لهوش بتدي له أوكي اطلع إذا ليه بتقولك لا ما يطلعش أنت عايز تقولي أن المصريين بيسلموا الباسبورات بتاعة المصريين للإسرائيليين؟ بيبعتها لصفارتنا في رمالة للصفارة المصرية في رمالة ثم الصفارة المصرية في رمالة بتبعت كشفات للإسرائيليين بيشيكوا عليها وده مش بس للمصريين بس للمصريين بالذات لكل الجنسيات الأخرى عشان أي ضب الناشوناليتي يطلع لازم الإسرائيليين يشيكوا عليه إذا ليه علاقة بحماس بيقعط حتى لو كان مع جنسية أمريكية بس للمصريين يبعت باسبورة أو هيوية طب إيه سبب التوتر؟ ده إيه ليه سبب التوتر؟ هنعمل مقارنة بس قبل ما نقول سبب التوتر بإخواتنا وأشقاءنا وحبيبنا وربنا يزيدهم بدل المستشفى يعملوا لنا خمسين مستشفى في غزة لأنه غزة محتاجة خمسين مستشفى مستشفى ميدانية في وسط هذه الأزمة الأردن تمكن وهو الذي سحب سفيره من إسرائيل من إسقاط مواد طبية بطيارات أردنية دخلت فوق غزة وسمحت إسرائيل لها بإسقاط مواد طبية من الجو ثلاث مرات مش مرة واحدة ثم سمحت إسرائيل لأربعين شاحنة زي ما حضراتكم شايفين أربعين شاحنة تدخل وعليها مية وسبعتاشة ودي طبع فيها مولدات كهرباء كمان طبعا وولي العهد الأردني جاء على العريش والتقى بالأطخم وقال لهم شدوا حلكوا دول شعبنا ولازم نساعدوا إلى آخرة أنا بقول مرة تانية هذا جهد مشكور وأخوي وعزيز علينا ولو كل الدول العربية كل واحد يقدر يدخل مستشفى الإمارات عملت كده سمحوه للإمارات بإدخال مستشفى تاني طيب إيه بقى المشكلة برد مية وستين أنا ممنوع أدخل أنا ممنوع أدخل شاحنتي شاحنة اللي عليها دواء وأكل منوع تدخل لخان يونس للإنروة لأ بتدخل على رفح وتروح تتفتش وترجع تنزل حمولتها على شاحنة فلسطينية ولا تدخل هي إلى خان يونس وأربعين شاحنة دقلوا ياريت يكونوا ألف عشان ما حد يشوفهم غلط ياريت يكونوا ألف شاحنة عربية كنت بتقول أن هناك تفرقة في المعاملة يعني عملوا الإماراتيين لماذا والعندنيين أحسن أحسن من المصريين السؤال لماذا نعم قلت لك شواهد أخرى مش بس ما بيدخلش عربياتي بطلع أين أهلي وعشان أطلع المصريين برا طيب لماذا بس بنفس الوقت هو بيقعد معاك في المفاوضات بيقعد أهلا وسهلا لأن أنت بتخدمه لا أمار أنت بتعمل الهدن إزاي أنت أنت كل كل الرهائن كل الرهائن الاصرائيين معدين من عندك نعم لا بيطلعوا من جوة من جوة المعبر من جوة معبر رفع وإنت في ناس جوة أفيد اختر مثلا ده كان وزير للأمن الداخلي قال ما تعتمدوش على حد غير على المصريين المصريين أكثر مصداقية ليه لأن أيها منين منين هقول لك منين هقول لك منين طيب ليه قال كده قال لأن المصريين ما عندهمش أجندات بيختموا تيارات سياسية أخرى أفيد اختر وآخرين بس لأ دول مجموعة ليه بقى بتعاملوا كده المصريين لأن لأن الإسرائيليين عندهم مشكلتين معانا مشكلة أولانية بيقولوا إن إحنا عرفنا نتيجة علاقتنا بحماس وإن إحنا غزة دي بتاعتنا مفروض يعني وبنعرف كل حجر وراءه فإحنا عارفين من الأول ما حصل يوم 7 أكتوبر ولم نبلغهم وإحنا قلنا لحضرتك وهوريك حاجة تانية قلنا إنه الإسرائيليين الآن أمس في جريدة إسرائيل هايوم وهي موجودة واللي عايزها بابعت له كل المقالات كتب التقرير في حوالي أربع ست صفحات والنيورك تاينز قالت إنه نتنياهو قبل سنة كان لديه تقرير عن العمليات وأهمله دي واحدة لو سمحت تحط لنا الفيديو بتاع الصحفي القريب من حماس اللي اتكلم فيه عن العملية قبل سنة لو سمحت تحط أهول فيديو سمعنا بيقول إيه أنا بيقول لك غزة رحلة مواجهة شاملة وواسعة مع الإسرائيليين بالصواريخ على تل لبيب وبالصواريخ على طار بن قريون وهنا بيقول لك وانقر على الثاني وشاهد بعد أيام واحتلال مستوطنات أنا أقول لك سيتم احتلال مستوطنات وأخذ المستوطيين كلهم أسرع بالمرحلة القادمة وسيفاجأ الإسرائيليون بقدرة المقاومة وإمكانيات المقاومة مفاجأة المقاومة وما تعد المقاومة تحت الأرض بالشكل الذي يجبر الجيش الإسرائيلي للاعتراف بحقيقة غزة القادرة على أن تغير هذه المعادلة سجل عني سيتم احتلال مستوطنات بلاش نقول احتلال استرداد أرض فلسطينية محتلة تسمع تاني حضرتك تسمع تاني حضرتك نسمع تاني لو سمعت تسمعونا ده بقبل سنة من سنة الرجل سمعونا تاني بيقول لا شان اللي عايز يسمع يسمع أنا بقول لغزة رحلة مواجهة جاملة وواسعة مع الإسرائيليين بالصواريخ على تل لبيب وبالصواريخ على طار بن جريون وهيني بقول لك وانقر على الثاني وشاهد بعد أيام واحتلال مستوطنات أنا أقول لك سيتم احتلال مستوطنات وأخذ المستوطيين كلهم أسرع بالمرحلة القادمة وسيفاجأ الإسرائيليون بقدرة المقاومة وإمكانيات المقاومة وفاجأة المقاومة وما تعد المقاومة تحت الأرض بالشكل الذي يجبر الجيش الإسرائيلي للاعتراف بحقيقة غزة القادرة على أن تغير هذه المعادلة سجل عني سيتم احتلال مستوطنات بلاش نقول احتلال إسرداد أرض فلسطينية محتلة في أكتر من كده عشان طب وإيه إسرائيل نايمة على ودنها للدرجات هو بقى الرجل اللي كاتب التقرير النهاردة في مبارح يعني أسف واحد اتناشر في إسرائيل هيومه وجرنان مفروض كان مع نتنياهو قالب عليه تماما النهاردة هو بيقول بالزبط كده بيقول نتنياهو الذي رعى ودعم حماس وأضعف السلطة الفلسطينية في رمالة وإحنا قلنا قبل كده كان بيدخل بيسرح خلينا نركع عشان الوقت بس مدعش في الموضوع على علاقات المصرية الإسرائيلية وبالتالي الجزء الثاني من هذا الاتهام الباطل الذي يحاول أن يبرر عجزهم وفشلهم في جمع المعلومات وياخدوا موقف من المعلومات اللي كانت في إيديهم كويس هذه الأجهزة اللي كان بيتغنى أنها أعصن أجهزة في العالم كان تحت عينيهم كل حاجة تحت عينيهم الثاني أن هم بيعتبروا أنه يا أخي يخدهم عندك وكأن وانت مش عايز تتعاون لي احنا الحديث الخلفية بتاعت أمه اه ما تخدهم عندك ايه المشكلة لما تخد لك مدام قلبك عليهم قول كده خد لك 2 مليون بعدين نتنياهو لما سمع القرار أنه لا أو في خط أحمر وكده راح للأوروبيين من ورانا قال ضغطوا عليهم يا جماعة عشان يخدوهم مؤقتا وعملوا لهم حوافز خلوهم يخدوهم مؤقتا قالوا له لا ولا دي كمان كويس حركوا عشرة سينتورز في الولايات المتحدة الأمريكية عملوا لنا قايمة أنه 2.5 مليون نوزعهم حسب السكان مصر عندها 105 مليون تاخد مليون وتاخد مليار ومئة ألف ولا مئة مليون والعراق تاخد كذا نادي يا واحد يعني ناخد مليون فلسطيني بمليار دولار بمليار ومئة أرخيص يعني ده طلعت عيش في مصر عمل جدول طلعت دي طلعت عيش يعني ده الصبح كده أما الدولة دي بترمي عيش لل75 مليون اللي باكلوا عيش إيه الرقم يعني دي بس دي واحدة بس يعني شخص أنا الحتة دي بقى بتجنيني دايما ما يكون فيه فلوس لا 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 إيه العرض ده مش عرض ده كتلة موجودة عشر لا لا يا فندم يا فندم فضل إيه الأوفر يعني أنا 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 عندي قناعة عالية جدا إنه لم يتم تقديم أوفر واضح في المسألة دي لا لا لم يتم على الإطلاق أنا أنا رأي ولما سئله قاله لم يتم أي عرض على الإطلاق حتى يعني نفكر ونتناقش في الموضوع دي موقت يعني آه وما تحطهم شي في سينة تحطهم جوة في القاهرة شأن إذا أنت خايف من مشكلة سينة ويعملو لك مشكلة في سينة طيب وزعهم في القاهرة فيعملو لك مشكلة في القاهرة ده الجدول أهو حضرتك أهو الجدول أهو مصر تاخد مليون آه وده يعني فاصل فاصل تسعة من عشرة أو واحد من عشرة يعني وياخدوا مليار وثلاثمائة مليون وتركيا والعراق واليمن طيب إذن إحنا عندنا مشكلتين مع طيب دي واحدة معلش نقاسب الأسعار بس يعني العراق دي واحدة فهند بس العراق تاخد تلاتة واربعين ألف بمليار دولار وإحنا ناخد ده ما فيش تلاتة مليار ما فيش العراق حتاخد مليار دولار هتاخد ربع مليون وتاخد ربع مليون وإحنا ناخد مليون بمليار وثلتمية مش عادلو يعني نفصل يعني اللي ياخد مليون فلسطيني زي اللي ياخد ميتين وخمسين ألف ويبقى الفارق تلاتمائة مليون فالمشكلة مصر يا فندم ده كلام فارغ أنا مش هفاصل أصل في الموضوع لأنه من حيث المبدأ لا أيها لا غير لا أنا رأيي إن كل هذه الأشياء أوهام يعني طبعا لا أنا قلتلك دي سنترز في الولايات المتحدة مزقوقين طبعا وقلتلك نتنياهو قدم طلبا للتحاد الأوروبي للضغط عشان ياخده مؤقتا يعني أنا متأكد رغم إنه هو ممكن ما يكونش المعلومات موجودة إن الرئيس النهاردة وهو قاعد مع كاملة هارس نائبة الرئيس الأمريكي عاد لها للمرة المليون ومية نعم إنه مصر لا تقبل التهجيل طيب وإنه كاملة هارس أكيد قالت له يا سيادة الرئيس وإحنا كمان نرفض هذا الأمر طيب أنا مش جايب معلومة أنا بقولك بالبدال صحيح أكيد الجملتين دول تم تبدالهم خلينا نضرب الاحتمال بقى إحنا قلنا لا والأمريكان قالوا لا للتهجير القصري والأوروبيين قالوا لا للتهجير القصري كويس إحنا الآن أمام واقع جديد الواقع الجديد ده بيقول إنه نتيجة الحرب والعمليات العسكرية التي ستنشب خلال 48 ساعة الجاية أو يعني في خلال الأيام القليلة الجاية عبل ما يرتبوا زي ما قلنا تهجير الناس أو إذا حيتهم على والجنوب إلى الغرب إلى البحر إلى شط البحر ويفضوا الناس هتبتدي الجبهة تسخن واستخدام بقى كل الأدوات وحتشوف سواريخ هو قنابل الأربق الناس هتضطر هنعمل سيناريو احتمال سيناريو إنه الناس تحت الضغط العسكري دي تندفع باتجاه رفح الشريط الحدودي بتاعنا رفحوا الشريط الحدودي كل شريط الحدودي ماذا لو تهد ده أو راحوا عند رفح عشان الصورة اللي عايزها نتنياههم إنه الفلسطينيين ها والجيش المصري هون دا حيات تانية واقف ببروته العسكري ومانع خروج دول النتيجة إنه مضاعفة الضغوط اللي عليك دوليا ومعليش بقى دول ولاد عمنا ودول الفلسطينيين أو خدهم بشكل مواقت وبيموتوا ما هو ده قصة مواقت اللي قلنا عليه ولاد عمنا ومجاهدين وبيموتوا طب طلعهم أعدهم شوية وبعدين يبقوا يرجعوا هنقول لك ده مناقات إنهم يرجعوا ونعمل لك حوافز وعقوبات وإلى آخرة وكل ده ماذا أنت فاعل هم حطينك في سؤال كبير أنا عندي هغامر وأقول لك اقتراح تاني الاختراح ده كان في السيناريوهات اللي بحثت في الدوحة مع مدير السي آي اي والموساد ومدير الخبرات المصرية بحضور رئيس الوزراء القطر مستقبل حماس حماس دلوقتي مش حماس كلها حماس حاجة واحدة عندنا المجموعة السبعة البررة اللي موجودين في قطر وإحنا اتكلمنا عنهم قبل كده ودول لا علاقة لهم بالمناسبة بحماس اللجوه حماس اللجوه السنوار والمجموعة اللي بها مروان عيسى والقسام وهم أخوات القسام فيه كان يعني الإسرائيليين حطيهم خمسة واربعين اسم تشاطب نتيجة العمليات العسكرية سبعة من مجلس الشورى أو من المكتب السياسي من المكتب السياسي الحماس قتلوا أثناء العمليات وفي الأنفاء تحت وفي حوالي عشرين من قادة الصف الأول اللي موجودين في شمال غزة وفي غزة منهم تلاتة قادة ألوية النهار ده بقى رابع بيه بتاع الجبالي ده كويس طيب أنت مستني إيه هضرب مثال صغير بيه لأنه ده له علاقة باللي قلناه قلتهولك على التليفون أنه لما مشير المصري قدت تصريح لوكالة الأنباء الروسية ثم نسحب وإحنا في بيروت الرئيس أبو عمار وكل المقاومة الفلسطينية اللي كانت أكبر من حماس مئة مرة تحصرنا في خمسة كيلو متر مربع في بيروت والإسرائيلين في البحر وفي الجو وفي المدفعية وفي الدبابات في الخمسة كيلو وقص في عام 88 يوم أيه فجي رئيس الوزراء اللبناني اسمه الوزان الله يرحمه زميت واللي عايش جال أبو عمار وقال له يا أخ أبو عمار هل أنت منتظر بجع السودة تتعدي البجع السودة ده استلاحي استراتيجي أنه حدث مفاجئ لم تكن تتوقعه طب أنت مستفيه بجع السودة هتعدي تحاد السوفيت كان أياما تحاد السوفيت تحاد السوفيت هي تدخل ويعمل إنذار زي اللي اتعمل في ال56 الولايات المتحدة الأمريكية هتقول لإسرائيلين كفاية بقى سبقهم السعودية هتتدخل مع الأمريكان عشان تخف عن كل حرب أي حاجة في الدنيا بجع السودة هتعدي قدامك قال له لا قال له روح على المفاوضات يا أخ أبو عمار ففليب حبيب كان موجود ودخلنا في مبروس الأمريكية لأنه شارون كان ينوي إنه ياخد أبو عمار في أفص حديد ويعرضه في تل أبيب هو والقيادة الفلسطينية زي ما هم عايزين يعملوا مع قد حماس دلو إحنا طبعا قلنا نيفر ولو هنستشهد كله أبو عمار قال يعني هبت رياح الجنة وأنا أموت شهيد ولا إنه يحصل فينا وفي شعبي أي حاجة دخلت المفاوضات المفاوضات انتهى بخروج آمن كل واحد يطلع معه بروضة كلاش وشنطة صغيرة وعلى السفن وتوزعنا إلى ست دول كويس إحنا مش أنا شخصيا ومجموتي طلعنا قلنا إن إحنا طالعين على سوريا برا وما طلعناش وقعدنا في البقاع وأصرنا 8 جنود إسرائيليين قبل أسبوع كان ذكرى 30 سنة على واحدة من أكبر عمليات التبادل وأنا معايا بطاقات الإسرائيليين أهي دول عسكريين إسرائيليين من التمانية أهم دي بطاقات عسكريين إسرائيليين من التمانية ما خدوهاش هم ما ماشيين لا ما بقولك أنا عندي يا خدوه فيهم الله ياخدهم وطلعنا بيهم 5000 أسير صفينا معسكر أنصار اللي فيه جنوب لبنان اللي كان فيه أسرى لبنانيين وفلسطينيين طلعنا 14 واحد من 48 وطلعنا 134 من الضفة الغربية ثم كان الاتنين اللي تنازلن عنهم عشان نطلع نرجع للموضوع نرجع للموضوع طيب كيف تحل هذه الأزمة هل فيه بجعة بيضة بجعة سودة أسف هتعدي قدام السنوار بكل الحسابات هيصمد ويعمل خسار في الإسرائيليين ويدمر ميت دبابة ويقتل ميت إسرائيلي تاني ويصمد هل فيه بجعة سودة هتعدي هل فيه متغير هيحصل لا حد يقول لي من المقاومة حد يرد علي من المقاومة جو محدش من لبرة اللي قاعدين يتجروا باسم الفلسطينيين اللي جوه لأنه هم ما يعرفوش عزبات الفلسطينيين اللي جوه إن داشت اللي نايمة في الشارع إيه الاقتراح الاقتراح هو خروج آمن زي عرفات مشير المصري عمل حديث وأعتقد أن نستشهده كمان عمل حديث وصحبوه بسرعة قال فيه إنه المعطل الصفقة هو أن تضمن إسرائيل إحنا سألنا الإخوة فقماز وأنا سألت هنية نفسه يا عمي محدش هيقولك لأنه ده عايز تاجر بالقضية ده بيتاجر بدم شعب مش هيقولك لا لأنه قاعد في الدوحة هو قاعد على الأرض وبيأكل هوا في خانيونس وفي رفح مش لقي أولاده يأكلوا بيلموا الكرتون عشان يولعوا بيه ده قاعد في الدوحة في أصل مش قاعد في فصل الناس بيلم كرتون وحطب عشان يولع نار ده بلوش علاقة بيه فأنت شايف أنه حماس إلى جنب تصريح مشير المصري ده طلع تقرير بدون عنوان دية أستاذ عمرو اللي بيقولوا عليها رسائل لمن يهمهم الأمر أنا ببعت رسالة في الهواء إذا بيهمك بتاخدها التقرير الثاني قال بالنص قال تفاصيل قال هناك مبادرة المبادرة دي بتقول أنه خروج آمن لـ 165 من قيادات القسام فيه ويحصل فضل كل السجون تتبيض السجون ويفرج عن كل الأسرة يبقى كل طرف حقق مطالبه المقاومة انتصرت بأنها أفرجت عن كل مش لمطلبها وخارجوا خارجوا وتشون الأسلحة في التقرير ده لا يصير من عدوان لأ بس ده أنا بقولك الرسائل أنه التركيا وقطر يشونوا السلاح ويحطوه يقفلوا عليه وحماس تتحول إلى حزب سياسي أهو أضاف لمطر وما تبقى من حماس لأنه قطر قطر تقاتل من أجل ذلك من أجل بقاء حماس ده الاقتراح لحماس ده الاقتراح لمصر أنا دايما بس على السؤال ده لو لقينا الفلسطينيين على حدود رفح ماذا نفعل أنا لازم أعمل تفاهمات قبل ما ألجأ إلى إجراءات خشنة الإجراءات النعمة إننا نعود على طاولة تقنع حماس إننا تخرج لا أقنعه إنه إذا في حل قولي إذا في حل عندك أنا معاك إذا أنت شايف أنك تصمت سنتين أنا هقعد معاك سنتين يا سيدي بس قولي بعد السنتين هتعمل إيه؟ طول ما الباجع السوداء مش هتظهر خلاص قولي أنا موافق معاك أنا مستعد أصمت معاك سنتين تلاتة إذا قادر تصمت تلاتة قولي أنا هصمت تلات سنين وإحنا يا سيدي هنصمت معاك تلات سنين أكيد أنا بشكر حياك شكرا جزيلا وحنتابع إيه اللي حيحصل في اليام الجاية لأنه رأيي إنه الفترة اللي جاية دي أصعب صعبة جدا 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 شكرا جزيلا شكرا جزيلا